كنت سفيراً لدى السلطان هو عنوان الكتاب الأول للسفير عبد الرحمن صلاح آخر سفراء مصر لدى تركيا الذي أراد من خلاله تقديم أول شهادة حية عن فترة هي الأهم في تاريخ العلاقات المصرية التركية أردوغان تخلى عن عناصر نجاحه التي أسست لنهضة تركية من 2002 إلى 2011 فأصبح كل علاقاته مع كل جيرانه كلها مشاكل فبالتالي خسر إقليمياً خسر دولياً وأصبح النهاردة كمان بيخسر داخلياً جوى الاقتصاد التركي بيضعف كل المشاكل دات للأسف أنا سعيدة جداً بالكتاب الجميل لكتب عبد الرحمن بيحكي خبرته في بوست تركيا ونصحته للشباب في المستقبل لأنه يعرف ما يسمى بدهاليز تركيا استطاع أن يكشف بعض الحقائق الغائبة بلغة سهلة للقارئ غير المتخصص ليصبح هذا الكتاب الجديد بمثابة شهادة للتاريخ هذا ما أجمع عليه العديد من نجوم المجتمع الدبلوماسي الذين حرسوا على حضور حفل توقيع كتاب السفير عبد الرحمن صلاح الكتاب جاي في مرحلة مهمة وبيكلم عن مرحلة مهمة والعلاقة المصرية التركية علاقة في غاية الأهمية وحصل فيها الكثير من الأزمات والمطبات وده طبعاً بيمس الاستقرار في المنطقة كلها كتاب يعني بيوري الدقيق الدبلوماسي المصري استطاع أنه هو يتعامل مع النظام بتاع أردوغان وتعامل بعاه بحصافة وقدر يخلص من مشاكل كتير ويغوص في أغواره ويديهم كمان أيضاً دروس عما يجب أنهم يعملون كان هذا السفير مقتدر وما كتبه في الكتاب يحتاجه الدبلوماسي والأكاديمي وأي واحد مهتم بقضايا العصر خدمة وطني مصر وحماية نفسه وصفارته كانت أهدافه الأساسية التي نجح في تحقيقها خلال السنوات الثلاث التي عمل فيها سفيراً لمصر لدى تركيا عبد الرحمن صلاح كان سفيراً لدى السلطان هويدا يحيى أنبسي مصر